شد التعامل المؤام بيكون عنده مشكلة حتى تلعثم في الكلام غير قادر على التعبير فأنا عايز أعرف المرحلتين دول إمتى الطفل بيعاني من مشكلة زي كده نتيجة التربية الصعبة أو إمتى كمان بييجي يقولك لأ أنا عندي مشكلة ولازم أعدل سلوك ابني أو بنتي طيب في بعض الأعراض خلينا نتكلم سلوكيا بأكد تخطب سلوكيا أول ما يبدأ ابني يحس اللي هو في مرحلة نعزلية عايز يقعد لوحده انطوائي جدا وبيقعد على العالم الافتراضي اللي هو مبالي لفترات طويلة لازم أبدأ سوء تخزية يعني نحافة جديدة أو سما مفرطة هو خايف المجمنات حتى الناس اللي قربين منه خايف يبقى اجتماعي يعني يقرب من الناس حتى قريبه بس بيكتفي بمنطقة أمانه بيعط فترات طويلة بدأ يبقى عضواني أو بدأ يبقى انطوائي مع أخواته بمعنى ممكن يتحول شخصي هادية جدا هادية جدا اللي هو مش عايز يتكلم مع أي حد أو يبقى عنيف مع أخواته بيبدأ يجي لك هو لازم بلاقي النقيد كده مفيش الوسط لو في مشكلة لو في مشكلة لأ بص احنا هقولك حاجة احنا ينفع مثلا ابني لما يتولد الدكتور الولادة ممكن يقوله ده يبقى مهندس وده يبقى دكتور لا لا طبعا جي على حسب التربية اللي احنا بربيها لولادنا فاحنا مش هزيقول احنا وحظيني بس احنا بنقابل قبل من ثلاث سنين مثلا عندي بريكي ثلاث أنواع شخصية سهلة الطبع اللي هو حاضر ونعم وكل حاجة ونشيط الطبع بيسمع بس ليه كيان وليه رأي وصعب الطبع اللي هو لأ لأ من الأجل لأ ده العينة دي دي تلاث شخصيات كل شخصية مش شخصيات يعني نزبطها وهندلة وخليها شخصية سوية يعني من لها مشكل يعني شخصية سهلة الطبع الشخصية الهدية اللي تمنح حاضر طيب مالوش رأي بيتحول بعد كرة يعني عدية مسقق بالنفس ممكن النموذج ده بيكون كويس قوي للأهل يعني بيبقى عجينة بتتشكل وشخصيته غيبة وطبعا لسه الشخصية بتتكون على مراحل طبعا هو في الوقت ده معندوش شخصية فبتاع حاضر ونعم ده بالنسبة للأهل حاجة عظيمة جدا طيب هل ده عظيم فعلا؟ هو عظيم فعلا لو أنت عرفت التعامل معه بمعنى إيه؟ أنا ابني مؤدب بقى بحطه يقول نعم حاضر ماشي ابني خجول بيسمع الكلام الشخصية دي بعد كده بنلاقي كوابيس بلاي من قدرش تعتمد على نفسها بيجي لها أوقات كتير جدا تراعسهم في الكلام يتراعسهم مؤقت يتراعسهم داين في الكلام ممكن يجيلوا تباول إراضي خايف يتعامل أسرى مع الناس بعد كده سوء تحصيل دراسي فالشخصية دي شخصية هادية كويس بس شخصية هادية لازم بدينه مساحة اللي هي لعبة اللي هسئلة كل يوم حبيبي عملت إيه مثلا نفسك في إيه أهدافك في إيه بديله مساحة إنه هو يقدر يعبر عن نفسه ببدأ أديله اختيارات إزاي ممكن يعبر عن نفسه عن طريق رسم عن طريق قصة عن طريق كتابة عن طريق تمثيل حتى قدام مراية ببدأ أديله سنوريات في التعامل في الاجتماعيات سواء كانت في المدرسة أو كانت في عيد ملات صحابه يعني بعض معاه هقول له هاي احنا بكرة رحينا عيد ملات صحابه فهتعمل إيه هتروح تسلم عليه هتلاقي أصحابك إزاي تكلمهم ببدأ أديله السيناريو ببدأ ما مديش التوجيه الزيادة لا ببدأ أديله الحرية يعني المتح المستمر عامل حقا تظهر واو برافو شطر جدا إيه ده إزاي عملت ده المتح المستمر مهم جدا ليه عشان بيعلي سقطه بنفسه فكرة بقى عايزة قارنه قارنه بين أقولك مثلا حط له قدوة عايزة كون زي دكتور كذا علم كذا باشا قانوا بينه من حدي تاني عشان بعد كده هيجيب لي الكذب الانتقامي لا فكرة برضو أن انت بتديله قدوة مش فوضى مقارنة يعني عايزة لما تكبر تكون زي فلان انت بتحب مين تحب تبقى زيه ازاي إنما مثلا فيه اللي بيقول يا دكتورة شايف ولاد خلتك شايف ولاد عمك ولاد عمتك ده بيعمل نوع من العدوة حتى ما بين الولد والبنت وما بين أقرانه أو أقاربه بشكل كبير طبعا ليه شخصية فدي مشكلة أهل حقيقة النقطة بقى بتاعت التخطب دي نقطة مهمة النقطة التخطب ابني مفروض بيكلم كنت بتقولك لحد خمس سنين يعني لحد قبل خمس سنين احنا كده في سيف سائل بس لازم بنعمل شاتي جرات يعني احنا مفروض أول ما يتم سنتين احنا بنتكلم على يقول مثلا جملة من كلمة أو كلمتين تابعا اللي هو حصول هو بياخد إزاي مش بياخد المهارة اللغوية من التلفزيون أنا ممكن أحطه قدام حاجات تعليمية أنا كده المتخيل هو بياخد مهارات لغوية لها خالص هو بيجيله تشتيت انتباه لأي مدى خارج التلفزيون فأنا بيديله من خلال السؤال والإجابة شام كويس آه كويس شام يأكل تفاحة آه يأكل تفاحة لازم ده بشكل مباشر بالزبط مش إن أنا بقى قدام وسيط يتفرج ويتعلم ده بياخر ده بيامل إي بقى خالة المساطة العصبية اللي بتتكون لحد ثلاث سنين فمش بتتكون في معادها فبتلاقي بعد كده مش بس ممكن يكون مشكلة في الكلام وممكن بتأخر كلام لو ما تعرضش نتخاطب يعني لأ بعد كده بتلاقي بقى ADHD اللي هو بمعنى إيه فارطة حركة مصاحب لتشريد انتباه وممكن اللي يزاد أكتر فارطة حركة النوع التالي الأهالي اللي هي بتسيب ابنها مثلا قدام تابلت ولا موبايل ولا تلفزيون عشان يتخلص من زنه زي ما هم بيقولوا ده لي تأثير سيء جدا يعني عندنا فارطة حركة وعندنا فارطة يعني نوع أول نوع تاني والاتنين مش حلوين تماما وتأخروا الكلام فبنبدأ لازم إحنا في البيت لو إحنا ابن يتأخر في الكلام عن سنتين مش خاطر عشان فيه ناس تقول لك لا ده بدري لا خالص مش خاطر بس أنت مش حطه في بيئة بس لازم تأكد من حاجة فيه ناس بتأخر في النطق بسبب حاجات بقى عضوية يعني حاجة اسمها اللسان المربوط اللسان المربوط فيه مشكلة هنا في لسانه فدي لازم طب أطفال ساعتها بنشوف قبل ما أنا قدر أقول لك هو عنده مش كافة تخطب ولا دي مهم جدا فيه حاجات تدخل لغات تدخل لغات يعني هو في البيت هو مخ بتاعه مش قادر ياخد لغتين عكس بعض يعني ياخد لغة واحدة بالعربي ياخد انجليزي ودي مش كالك كبيرة هو قدر متأخر في النطق فأنت تده لغة واحدة اللغة تاعت المدرسة هي لغة البيت فنفعش تديره في البيت لغة ويقوموا في الناس لغة أكثر من كده تلاقي غصبنا عنه مش قادر ياخد كم الحصير اللغوية